تكلم عن بعض ما لا يجوز على أنبياء الله من الصفات يجب اعتقاد أن الله تعالى حفظ الأنبياء من الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والجبن والبلادة أي الغباوة وحفظهم من الكفر والكبائر وصغائر الخصة أي الذنوب الصغيرة التي فيها خصة ودناءة نفس كسرقة حبة عنب قبل النبوة وبعدها خلافا لقول حزب التحرير بجواز ذلك على الأنبياء قبل النبوة فإن من جملة كفرهم وضلالهم ما ذكره زعيمهم تقي الدين النبهاني في كتابه المسمى الشخصية الإسلامية ونص كلامه إلا أن هذه العصمة للأنبياء والرسل وإنما تكون بعد أن يصبح نبيا أو رسولا بالوحي إليه أما قبل النبوة والرسالة فإنه يجوز عليهم ما يجوز على سائر البشر لأن العصمة هي للنبوة والرسالة وهذا كله على زعمه وهو باطل فعلى قوله تصح النبوة لمن كان لصا سراقا أو لائطا والعياذ بالله فمن كانت له سوابق من هذا القبيل يا أحبابنا لا يصلح للنبوة ولو تخلى عنها فيما بعد فيعلم من ذلك أن الله تعالى لا يختار لهذا المنصب إلا من هو سالم من الرذالة والسفاهة والخيانة لأن الله عز وجل لا يرسل إنسانا مطعونا فيه بسفاهة أو خيانة أو رذالة أو كذب لهداية عباده بل يرسل إنسانا نشأ على الصدق والعفة والنزاهة في العرض والخلق وحسن معاملة الناس ترجمة نانسي قنقر